أفامنا صباحا وخمس دقائق نعم ضيفنا في يوم سعيد اليوم ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية سيموحمد الناصر مرابط سنتحدث عن النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وكذلك العفو الاجتماعي المتعلق بطرح الخطايا تأخير مرحبا بك سيموحمد الناصر مرابط بك أكثر وشكرا على الاستضافة سي الحبيب ومرحبا بكل مستمعي الإذاع الوطني نعم شكرا لك على الحضور وشكرا كذلك سيد الوزير سي عسام الأحمر اللي كنت بحثه في المكتب نتاعه في الوزارة في بابنات وتحدثنا طويلا حول هذا النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يعني باختصار قبل أن نمر إلى الأغنية ثم بطبيعة الحال نعود بتفاصيل شنوى النظام الخاص هذا؟ النظام الخاص للحميل الاجتماعية للعاملات الفلاحيات هو نظام يعتمد على مقاربة جديدة اللي هي الإدماج الاقتصادي للفئة هشة من المجتمعات التونسية اللي هم العاملات الفلاحيات كذلك يوفر نظام تغطي اجتماعية خاص بالعاملات الفلاحيات يمكنهم مجموعة من المنافع مرتبطة بالتغطي اجتماعية كما تأمين على المرض الجريات التقاعد والعجز والبقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفعة وكذلك يعتبر معناها الإدماج الاقتصادي والترتيبات هذه متأخرة بعض الشيء لأن الفئة الهشة هذه بقى سنوات وهي في ظروف مش معقولة الحقيقة هو النص الجديد فيه برشة تجديد وفيه إضافة والجزء الأول من النص القانون يعتمد على الإدماج الاقتصادي الإدماج الاقتصادي الفكرة الأساسية متاعه شنوه؟ هو تحسين القدرات متاع النساء هذوما جعل النساء هذوما عندهم مبادرة تنمية روح المبادرة في النساء جعلهم يخلقوا مشاريع يوفروا لنفسهم عمل لائق وعمل كريم ويحضر كريتهم ويبعدهم على الارتهان لكل ما هو إعانات اجتماعية والعنصر الآخر المتعلق بطرح خطايا التأخير تأخير انت عاش؟ بعض المنخرتين توجه الصندوق الوطن الضمجتمعي سواء من المؤجرين ولا عمل غير وجراء من تصبين الحساب الخاص تخلدت بذمتهم خطايا تأخير إلى حدود ثلاثية ثانية 24 الدولة باش تتسامح معهم؟ باش تتمكنهم من طرح جزئي أو كلي لخطايا تأخير إذا كان خلصوا صبرة واحدة ولا أبر مجود من جدلة للديون وفقا رزنامة فما مرونة في الرزنامة هذه 36 شهر 48 شهر وإلا 60 شهر كلهم يختار الرزنامة ترعي إمكانياته على الخلاص نعم إذن مرحبا بيك سي محمد ناصر برابط بك أكثر عاشر بركل الله ومثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ضيفنا في يوم سعيد تعلق قلبي طيب لتنا عربية